السلام عليكم حبيبي طلاب تلتا اعدادي ان شاء الله النهاردة نحلم مع بعض. امتحان محافظة الاليوبية. طيب اول سؤال عندي سؤال ده لك سؤال المحادثة. بيقول هنا. علا went to the Egyptian museum. was here family. بيقول ان علا ذهبت الى المتحف المصري مع عائلتها. طيب. مها بتكلم علا وبتقول لها. هلو علا? I heard that you went to the Egyptian museum. يعني بتقول لها انا سمعت ان كنتي رحتي المتحف المصري. طيب الكلام ده حصل من السطر اللي فوق. فهي هتأكد على الكلام. ممكن تقول لها that's right يعني ده صحيح. برضو لو قلت yes صح برضو. yes I did برضو كل دي اجابات صحيحة. طيب. مها هنا سألت سؤال. اجابته كانت I went there last Friday. انا رحت هناك الجمعة اللي فاتت. هنا بتسأل عن الوقت. يبقى رقب اتنين هتسأل وتقول when did you go there? متى ذهبتي الى هناك? طيب. قالت لها رحت الجمعة اللي فاتت. بعد كده بها سألت سؤال. الاجابة كانت I went with my family. with my family. يعني مع عائلتي بقى بتسألها مع مين انه رحتي. فهتقول who did you go there with? طيب في اجابة تانية ممكن تقول who went وتكمل تسأل هنا عادي. برضو ما مش اي مشكلة. طيب. بعد كده قالت what did you see there? اللي انت شفت هناك. طبعا المتحف هتشوف فيه تماثيل واصار وحاجات يعني. فممكن تقول I saw status. انا شفت تماثيل. ولو قلت اي حاجة تانية objects اي حاجة تانية هتكون صحة طبعا. طيب. في النهاية مهرت لها did you enjoy your time there? هل استمتعتي بوقتك هناك? طبعا هتقول yes I did. لو قلت yes of course صح. لو قلت sure صح. لو قلت yes بس صح. خلي بالك. انت بتطرع في التصحيح. فما تقلقش اللي المحادسة بيكون لها اجابة واتنين وتلاتة. كامل معايا صفحة لقصادها. طيب السؤال التاني هو read and complete تكملة النص. النص بتاعنا سهل جدا. بيتكلم على الروبوت. بيقول is a special kind of نقط. هو طبعا قاله يبقى machine. دي او الاجابة. يبقى رقم واحد هتبقى machine. بيكمل كلام وبيقول some robots بعض الروبوتات can help نقط. اه ممكن. خلي بالك دي جزية القواعد. كلمة help. انت عندك make وعندك ميكس. هل بيجو ورا الفعل في المصدر. فانت هنا هتختار ميك. يبقى يعني بتساعد في صناعة السيارة. يبقى هنا اقول ميك. بعد كده بيقول others are used to explore dangerous places. بعضهم يعني بيستخدم في اكتشاف الاماكن الخطيرة. they can help women to all the not. اه خلي بقى بقى بيقول ان هم يقدروا يساعدوا السيدات في كل اعمال المنزل. طالما قالك هنا السيدات يبقى هايز housework. housework اللي هو العمل المنزلي. شغل البيت يعني. اما هم work مقصود بها الواجب المنزلي. طيب بيكمل وبيقول also. يبقى هنا رقم تلاتة هتبقى housework. بيقول they can be used نقط telephone calls. هما كمان يقدروا ان هما عايزوا يردوا على التليفون. فرقم اربعة هنا هتبقى answer. اللي هي طبعا يرد على التليفون. يبقى اول اجابة machine دي رقم واحد واتنين هتبقى make. وتلاتة هتبقى housework. وهي اربعة هتبقى answer. طيب بعد كده نكمل مع بعض سؤال القطع. قطع بتاعتنا بتتكلم عن تجربة ركوب الدراجات. بص هنا في السؤال الاول بيقول the main idea of this text is a. فكرة الرئيسية للنص طبعا قلنا how to keep safe while riding. ازاي تبقى امن لما تركب دراجة. يبقى دي كده اول اجابة اللي هي الاختيار رقم B. السؤال اللي بعده بيقول هنا from this email من الايميل ده. what can you tell about the picture of mona that she sent to سحر. من الايميل اللي تقدر تقوله الصورة اللي يعني مونة ارسلتها الى صاحبتها. خلي بالك هو قال لي she is not wearing a helmet. يبقى هنا هقول له رقم D الاجابة لها she isn't wearing a helmet. بعد كده بيقول مونة is likely to be. سهر زنوقت نفس الكلام هي friend. كانت صديقتها. يبقى اقول هنا friend. طيب بعد كده الاسئلة المقالية بسرعة كده السؤال الاول بيقول why does sahar ask mona to wear a helmet? طيب بيقول هنا يعني ليه? هي سألت مونة يعني ان هي او طلبت من مونة انها تلبس او ترتدي خوزة. طبعا to keep safe while riding a bike. علشان تبقى يعني امنة اثناء قيادة ادراجة. السؤال الخامس بيقول to home was this email written. طبعا to mona يعني الايميل ده ارسله الى مين? طبعا الى مونة. اخر حاجة بيقول لي what is mona going to do with sahar during the summer? طيب بيقول يعني ايه اللي هي عملته اثناء الصيف طبعا زي او اللي هم عملوه. they will take some great rides together. طيب خلي بالك القطع بيكون لها اكتر من اجابة. فانت ممكن تكتب اجابة او اتنين او تلاتة وكل يكونوا صح. نجي بعد كده على اسئلة الاختياري. واسئلة واضحة جدا برضو. السؤال الاول بيقول. كلمة يعني صعب يعني عكس او مضاد. كلمة صعبة عكسها اللي هي سهل. اللي بعد وبيقول نقاط. بيقول احنا بنضيف لاحقة ايه? علشان نحصل على الاسم من كلمة طبعا بتحط لها يعني زراعة. بتحط لها تتحول الى زراعة اللي هو الاسم منها. السؤال التالت بيقول هنا. نقاط. طيب بيقول هنا خلي بالك يعني كارثة طبيعية بتسبب مشكلات وضرر وتلف كبير. الكارثة الطبيعية الوحيدة اللي موجودة عندي اللي هي اللي هي رقم دي اللي هو يعني الزلزال. طيب بعد كده رقم اربعة بيقول نقاط is the person who travels into space. وانا بقى الشخص اللي بيسافر ليه الفضاء ده اسمه اللي هو طبعا رائد الفضاء. واللي بعده بيقول هنا the moon moves around the earth. بيسأل بقى الفعل اللي هو move around means نقاط. بيقول ان القمر بيدور حول الارض. كلمة move around يعني يدور. بتساوي كلمة ايه? بتعني ايه? طبعا بتعني orbits. اللي هي برضو معناها يدور. اللي بعده رقم ستة بيقول هنا there are many نقاط are found in phium depression. these are bones of animals. طيب يقول ان نوجد ايه يعني في ملخفض الفيوم. عبارة عن عزام لحيوانات طبعا دي بنسميها fossils. fossils اللي هي الحفريات. يبقى هنا الاختيار الرقم بيه اللي هو fossils. طيب نيجي على سؤال correct. السؤال الاول بيقول سامي didn't play tennis until he not had his lessons. سهلة جدا وقلناها كتير في المراجعة. كلمة until ده رابط بيجي قبل منه ماضي بسيط من في. didn't play. يجي بعد وماضي تام. انت هنا عايز ماضي تام. ماضي تام اللي هو had studied. طيب بعد كده بيقول have she not had the story well she would answer the questions. او هتتلخبط هنا. هي دي الحالة الاولى ولا الحالة التانية. اعرف من الجملة السليمة. she would answer would. يبقى دي الحالة التانية. حالة تانية يبقى في جوارها ماضي بسيط. طيب الماضي من read. برافع عليك اللي هو read. هي هي ولكن النقطة بيختلف. طيب بيبقى هنا الفعل في الماضي. لان لو كانت مضارع كنا قلنا she reads. read is غلط. انت هنا حالة تانية فتقول read. اللي بعده بيقول. نقطة. طيب هنا بيقول مجلات يعني بيتم بيعها. طب ده مضارع ومبني المجهول. ببني المجهول بقوله sold بسبب الانترنت. فاقول are وطبعا التصريف التالت اللي هو sold. طيب بعد كده بيقول the governor said that the park نقطة. the biggest in Egypt. خلي بالك بقى هنا دي جملة متحولة الى الكلام الغير وبشر. المحافظة يعني قال ان الحديقة يبقى هنا was the biggest. كانت الاكبر. انا بحاول هنا على طول الزمن برجع خطوار. طيب بعد كده رقم خمسة هقول children should avoid نقطة. احنا طبعا اكدنا على القصة دي جدا. كلمة avoid بيجي بعدها الفعل ما ضف له ing. بقى تقول هنا playing. اخر حاجة شباب كان المقال بتاعنا بيتكلم على how to keep our environment clean. وطبعا انه كان موجود في مزاكرة اللي نزلناها على القناة.